بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 6 part 1 rc structural system نتكلم على floor systems طيب احنا عندنا انواع كتير من floor systems مثلا فيه one way solid slab وفيه two way solid slabs وكلمة one way نفكركم بها تاني ان الحمل اللي على السقف بيتحرك في الاتجاه القصير اما في حالة البلاطة اللي هي two way الحمل اللي عندي بيتحرك في الاتجاه لكن احنا ما بنتكلمش على one way والtwo way solid slabs اللي هما بيبقوا مرتكزين على كاميرات يعني انا لو عندي plan يبقى فيه مجموعة من الكاميرات يبقى قادي البلاطة دي يتمتشارع الكاميرا دي والكاميرا دي والكاميرا دي احنا بنتكلم على الفلات سلاب الفلات سلاب معناها السقف اللي عندي ما فيهوش كاميرات الا اذا كان فيه كاميرا موجودة على الاتج اللي احنا بنسميها المارجن بيم دي موجودة بس على الاتج ويبقى عندي ادي الكولامز موجودة جوه ما فيش اي كاميرات موجودة طيب الفلات سلاب زي عندنا ممكن يبقى فيها drop panels او ممكن يبقى فيها capitals بمعنى ادي drop panel والdrop panel دوات بيبقى بلاطة لها سمك معين تحت السقف اللي هو التي اس او capitals بيبقى العمود اللي عندي ليه capitals ليه عشان نزود المساحة هنا وما يحصلش عملية bunching للعمود داخل البلاطة طيب نكمل مع بعض ادي شكل البلان بتاع الفلات اسلاب وده الاليفيشن ده مجموعة المومنت الموجودة على البلاطات ده البوزتيف مومنت وهنا النيجاتيف مومنت اللي موجودة على البلاطات زي ما احنا شايفين ان الاعمدة اللي عندي مفيش كاميرات موجودة لا السقف متشال على الكولامز مباشرة الادفانتش ان هي simple construction ما بستخدمش فرم خشبية كتيرة flat ceilings يعني السقف اللي عندي بيبقى مسطح وبالتالي عملية الكوست بتقل بالنسبة للتشتباط low story heights يعني المبنى اللي ارتفاع بتاعه بيقل due to shallow floors typical applications بنستخدمه في حالة short to medium spans for life load 50 او life load 100 اللي spans هنا من 15 ل30 فيت هنا من 15 الى 25 فيت طيب ديت هنا لما يبقى فيه spandral beam spandral beam معناها ان فيه كاميرا موجودة على ال edge ادي السقف اللي عندك فيه كاميرا موجودة بنسميها المارجن بيم طيب المارجن بيم ديت بنستخدمها ليه علشان تزود الاستيفنس بتاع المبنى في ال edge المنطقة ديت بنزود فيها الاستيفنس الادفانتش بتاع السيستم دوت لما استخدم spandral beam increase the gravity and lateral load resistance رقم 2 increase a torsional resistance بنزود مقاومة المبنى لحدوث torsion decrease the slab edge displacement ما يحصلش displacement على ال edge typical application is the same بالنسبة لحالة الفلات slab او الفلات blade without expander two way bending بمعنى ان انا عندي البلاطات بيبقى فيها bending في الاتجاهين وفي الحالة ديت بيبقى فيه gravity و lateral load frames موجودة زا ما احنا شايفين في اللي قاوت اللي قدامنا نكمل مع بعض الادفانتش في الحالة ديت increase the gravity load resistance simple construction و flat ceiling يعني السقف اللي عندك بيبقى نضيف مفهوش كاميرات dropped وبالتالي عملية الكوست بالنسبة للفينيشينج بتقل بنستخدم الكلام ده امتى في الـ medium spans with light loads في حالة الـ live load اللي هو خمسين بي اس اي اللي spans اللي عندي بتتراوح من خمسة وعشرين لثلاثين فيت الـ live load لو مية بي اس اي اللي spans اللي عندي بتتراوح من عشرين الى تلاثين فيت تلاثين فيت